المكان الفرناج الساعة تشير إلى الواحدة تقريبا من ظهر الاثنين أما الحدث فهوى قصف طيران تابع لحفتر منزلا من طابقين فيدمره ويضع أغلب سكانه في خانة القتلى والجرحى جريمة جديدة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم المرتكبة من قبل مجرم الحرب حفتر يذهب ضحيتها هذه المرة ثلاث فتيات أكبرهن في السابعة نزحن من هجوم حفتر البري على منطقتهن في خلة الفرجان بجنوب العاصمة فلاحقهن بطيرانه إلى الفرناج بوسط طرابلس الناطق باسم يزارة الصحاف زيونيس قال إن حصيلة الخسائر البشرية للقصف بلغت ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة قتلى مشيرا إلى أنه تم نقل كافة الجرحى إلى مركز طرابلس الطبي والمصحات المتواجدة داخل طرابلس فيما سيتم نقل الحالات الحرجة للخارج من أجل علاجها أدى القصف إلى إصابة جرح أو جرح تمانية حالات واستشهاد ثلاث طفلات طبعا تم إسعاف الجرحى وتحويلهم إلى مركز طرابلس الطبي وبعض المصحات داخل طرابلس أيضا إحدى الحالات هي طفلة طبعا بترت رجلها وباقي الحالات تحت الرعاية الصحية أما الناطق باسم الجيش الليبي محمد جنونو أكد أن المكان المستهدف هو عبارة عن حي سكني يتضمن مقرات حيوية بينها مدارس ومستشفيات نافيا بذلك ما أكده الناطق باسم قائد العدوان على طرابلس أحمد المسماري الذي ادعى عسكرية الموقع المستهدف نؤكد أن هذا المكان بجانب المركز طرابلس الطبي ومدارس ومدارس ومدارسة عينزارة وجميع المرافق الخدمية وحي سكني وحتى إن وجدت مواقع عسكرية في هذا المكان إنما هي مواقع عسكرية إدارية وأمام تكرر هذه الهجمات وتوحش منفذها بسبب عدم وجود أي رادع لهم يبقى سؤال الوحيد إلى من يشكو أهالي طرابلس حالهم بعد أن باتوا يصبحون ويمسون على خوف من قصف يضيح بجدران منازلهم فوق رؤوس أطفالهم كما حدث اليوم في الفرناج